هناك الطرف الثالث الذي حق أن يدس ما بين هذه التماهير لإيطارات الفتنة وبالتالي هناك من يتربص في العراق الشر ويتربص في العراق الدوائر وبالتالي هذا الطرف الثالث هو من أراده لقفتنة شيعية شيعية باعتباره وكان كلامه واضح عندما شكر الحجد الشعبي وبالتالي الحجد الشعبي أيضاً هو القوة السياسية خلف هذه المؤسسة الضبط الواضح الذي كان من بدء القوة السياسية الأخرى عندما كانت هناك اعتداءات على مقار كثيرة بهذه الأحزاء بل بالأكس كانت يدعون الجميع إلى ضبط النفس والابتعاد عن الله فعلاً مع جميع هذه الناصر وقتل لا أعتقد السيد الصدر كان عارفاً ودارياً بالمشهد السياسي بالشكل الحقيقي وإلا كيف خرج بهذا المؤتمر الذي أنهى والحقيقة قطع الطريق على الكثير الذين حاولوا أن يدفعوا العراق إلى منزلق أمن كبير جداً والتالي إذا ما لا سمع الله كان هناك رداً من هذه القوة السياسية وتحديداً من الحجر الشعبي وهذا ما كانوا يتمنون أو يمنون النفس به بعض الأضرار فهذه بعض المحللين السياسيين الذين كانوا يصفون نوع الحقيقة المناوشات ما بين هذه المجامع ويقولون أن الطرف الآخر هو الحجر الشعبي أو الفصائل يشترون إلى هذه القضية أو يسمونها باسم ميليشيات وبالتالي أنا أعتقد هؤلاء كانوا يصفون الزيت في النار إذن السيد الصدر استطاع حقيقة أن يقرأ الواقع السياسي أن يقرأ الواقع المني بشكل حقيقي وبالتالي هذا البيان وهذا التصريح وهذا كثير من الحالة قطع الطريق على الطرف الثالث ترجمة نانسي قنقر